والأهم من كده هي المتابعة بالمعلومات المعلومات هي اللي تقضي على الشائعات وإحنا نتيجة انتشار الشائعات خلال الأيام القليلة الماضية أشوفوا الكم الكبير من الشائعات وهتلاقوا بعض الشائعات تنطلق من لاشيء وبعضها بينطلق من وقعة لكن يبتدي يختلق حولها بعض الحكايات والوقائع ويعمل فيديوهات يعملوها كده مطابخ لصنع الفيديوهات التي لا علاقة لا بالواقع لكن بعضها ممكن يكون بينطلق من وقعة حقيقية من تصريح أهل ومسؤول وبعضها بيكون من لا شيء يصطنعوا تصريحات ويصطنعوا وقائع وهي نظرية جوبلز وزير دعاية هتلر يعني ثلاث مرات اجزب 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 فلابد أن يصدقوا كالناس في النهاية اللي هي لما تدخ الأكاذيب وتنشرها هو يعني الناس حتميز ازاي بين الأكاذيب والحقائق ده كان نظرية جوبلز وزير دعاية هتلر اللي بتطبق من الجماعات الفاشستية والإرهابية اللي هو يعني أنشر أكاذيب كتير وفين بقى وفين لغاية ما الناس يمكن أن تميز بينها وبين الحقائق لا خلونا نتعامل لما يجيلك فيديو أو يجيلك تصريح أو يجيلك مشهد حاول كده تشوف طب يا طرح هو منسوب لمين ومش جاء واحدة بس يعني إحنا حتى تعلمنا دايما نقول إيه طب المصدر إيه فيقولك والله صحيفة كذا أو موقع كذا وده له مصداقية طب في حد تاني كمان عشان نتأكد آه فيقولك والله ده كمان ده في صحيفة كذا أو موقع كذا ولهما مصداقية فالناس حتى المشاهد العادي حتى المواطن العادي قبل ما يجيلك فيديو أو تصريح أو أي كلام عبثي كده قل طب والله لما أبحث عن مصدره وشوف يا طرح قاله الوزير ولا لا يا طرح المشهد اللي أنا شايفه ده في مصر ولا ممكن يكون في دولة تانية ومن سنوات قديمة حتى يعني فنحاول نتأكد يا جماعة لأن فيه ضخ أكاذيب وفيديوهات وتصريحات مزيفة خلال الساعات القليلة الماضية تحديدا وده الحال يؤكد أن لا فيه حرب شائعات اللي هي حرب أكاذيب يعني اللي أنا لسه بقول لكم جوبينز وزير دعاية هتلر دخ الأكاذيب بشكل مكثف هي زيها زي مدفعية الرصاص اللي بيتم توجهها وهذه الأكاذيب هتنتشر بشكل كبير وفي النهاية الناس هتصدقها أو مش هتستطيع أنها تميز بينها وبين الحقاء فإحنا عشان كده هنحاول يوميا نكون معاكم نشوف إيه الشائعات والأكاذيب اللي بيتم ضخها وحقيقتها إيه؟ لأن الأكاذيب والشائعات دي أشبه ببلون منتفخ بدبوس الحقيقة فقط يتحول إلى لشيء يعني ضع دبوسا من المعلومات والحقائق بسرعة بتنتهي هذه البلون المنتفخة اللي بيدخموها جدا وهي لا أساس لها من الصحة هشوفوا خلال الساعات الماضية كم الأكاذيب والشائعات والفيديوهات اللي بتنتشر وكلها لا تعبر عن لشيء نهاية وبعضها بينطلق من وقعة ممكن تكون حقيقية لكن بيتم اختلاق مجموعة من الأكاذيب حولها هنتابع معاكم تفنيدا لبعض هذه الوقائع يوميا للقضاء على الشائعات علشان كمان نقول للناس كيف يمكن أن تتعامل مع كل ما يمكن أن يصل إليك تتعامل معه ازاي؟ حاول دايما ترجع الخبر إلى مصدره وتتأكد وده هو بس الموقع ده ولا الصحيفة دي ولا فيه كمان حد تاني ونحاول نتأكد آه على المشاهد وعلى المواطن العادي وعلى القارئ العادي أن يجهد نفسه وإلا حتجي لك أي أخبار كده في زمن التكنولوجيا والإنترنت حتجي لك كميات كبيرة من الأخبار ثق أن 70-80% منها لا علاقة له بالواقع حاول أنك تتأكد دائما من الأخبار